تقرير أممي حول منسوب المحيطات والتغير الإيكولوجي سيكشف عنه من طرف الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة والذي لن يحمل أخبار صارة للبيئة خاصة وأن الأمر يتعلق بأكبر مساحة طبيعية فوق سطح الأرض ألا وهي المحيطات هذا الموروث الطبيعي قد يتحول إلى نقمة حقيقية للإنسان بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه والذي قد يكون كنتيجة مباشرة لذوبان الجليد في القطب الشمالي ما قد يؤدي إلى نزوح إنساني يقارب 180 مليون شخص حسب التقرير الأممي إضافة إلى تفاقم ظاهرة الفيضانات والأعاصير التي زاد عددها وخطرها في العقدين الأخيرين خاصة في أمريكا الشمالية وأسيا آخرها إعصار دوريان الذي ترتقبه سواحل فلوريدا في الساعات المقبلة فمن الحرائق والفيضانات إلى ارتفاع منسوب المياه عوامل أسرعت بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى عقد قمة عالمية حول المناخ بنويورك في أوخر سبتمبر القادم بجدول أعمال استعجالي يتمحور أساسا حول طلب المنظمة الأممية من القوى العالمية تخفيض نسبة التصنيع المذرة بالبيئة وانبعاثات الغاز الصناعية تنازلات ليست بالسهلة من كبريات الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فقد رفض البيت الأبيض في وقت سابق طلبات المجموعة الدولية في المجال البيئي ما يجعل من الأمل ضائلا في رؤية عالم دون تهديد نيكولوجي